زي ما قلنا مصر الحقيقة بتبزي المجهود كبير جدا زي ما حضراتكم تبعين يعني من ينظر إلى مصر اللي هي شيلة أحمال على كتافها يعني مصر بتستضيف أعداد كبيرة من دول فيها مشاكل كتير كلهم ديوفناوا على عين والرأس لكن الحقيقة مصر بتتحمل الكثير والكثير وبتفضل وقفة ورغم أن هي بتهتم بشأنها المحلي وبتطورها وباقتصادها وكل أزمتها ولكن نظرة بقى من العالم يعني أنا عايزة أقول لحضراتكم الواحد كان يتجول في أوروبا كثيرا ويقرأ على عنوين الصحف الغربية الكثير من المشاكل خاصة باللاجئين ومشاكلهم ويعودوا فين ويعملوا لهم إيه ودول تقولك طب أهلا وسهلا أنا مش هستقبل لاجئين على أرض ولكن أحولهم مثلا إلى أماكن في أفريقيا نعم هذا يحدث ولكن أبدا لم يحدث هذا في مصر بالعكس مصر يعني موجودة فتح الأبواب وبتحاول طول الوقت ولكن لابد أنه يكون في عدل وأن العالم ينظر إلى هذه البلد اللي حدودها كلها ملتهبة وبتحاول أنها تقف على يعني على رجلها وأنه الاقتصاد بتاعها يتقدم وتحتوي أيضا أزمتها المحلية وتقف مع شعبها اللي تعدى فوق الميت مليون ومية فإزاي تقدر تبقى كده فأتمنى أنه يكون في عدل الحقيقة في الأنظمة الأوروبية والأمريكية وينظرون إلى مصر بنظرة واقعية أكثر واقعية نتمنى كل ما نسمعه من حلول ولكن الأهم عندي أنا أن يكون عندي دولة عارفة هي بتعمل إيه عندي حكومة رشيدة عندي تفكير عندي خطط عندي قوانين بيتم تطبيقها يعني حضرتكم النقطة الخاصة بأنه أي استثمار حييجي أو شراكة مع أي كائنات كبرى سيتم تطبيق القانون المصري والقوانين المصرية المنظمة دون استثناء لأي حق أحد المفروض أن أنا أسهل الإجراءات ما يبقاش فيه أي بيروقراتية يكون فيه إجراءات سهلة علشان الحركة تمشي وعلشان نقدر نستثمر بشكل سريع وأيضا تبقى شركتنا المصرية تدخل وأيضا العمالة المصرية من أولادنا يلاقوا أيضا في هذه المشاريع فرص من العمل بإذن الله تكون كبيرة